موسيقى موسيقى التعاون والمشاركة بين الزوجين في الأعمال المنزلية أمر مختلف عليه خاصة من وجهة نظر الرجل الشرقي البعض يراها واحدة من المتغيرات البديهية ضمن واجبات العصر الحديث وذلك بعدما أصبح لدى الزوجة من الأعباء ما يتساوى مع أعباء الرجل وربما يفوقها والبعض الآخر يرى أن في ذلك إخلال بقوانين الطبيعة التي أعطت الرجل مواصفات بدنية وعضلية تؤهله للأعمال الأكثر خشونة خارج المنزل التعاون بين شريكي الحياة وتقاسم الأعباء المنزلية بين مؤيدا ومعارض عنوان حلقة هذا الأسبوع من هو وهي مع ضيفنا الدكتور نادر سعيد ولكن قبل أن نبدأ حوارنا مع الدكتور نادر دعونا نشاهد معا أراء بعض الأزواج والزوجات في موضوع التعاون في أعمال المنزل أعمل بشاركها أو بعتعاون أنوا إياها حسب إيش اللي بيكون المواطيات اليومية يعني يوم بيومه ما فيه إيش محدد ليش إحنا كزوجين متنيننا بنشتغل كتير بسهل على الحياة أنه مع ظروف ومع الوقت الضيق أنه كل واحد من الجانب معين يقدر يساعد ويتعاون مع الثاني على حسب إيش الاحتياجات اليومية بصراحة على السعيد الشخصي أنا مش حدا كتير بيحب حدا يساعدني بس أوقات كتير بيحتاج حدا يكملنا في البيت وخاصة كتير فيه ضغوطات بالحياة سواء الحياة اللي في البيت أو الحياة في العمل فحلو يكون عنا حس المبادرة والمثابرة أنه نكون مع بعض نكمل بعض في كل إشي وحتى في الأمور المنزلية ما في مشكلة أكيد طبعا أنا بساعد مرتي في البيت ليش بساعدها؟ إحنا هي كتربينا لأنه الحياة مشاركة ما بين الأزواج يعني لما الإنسان بتزوج ما بتزوج واحدة عشان تكون عاملة أو موظفة عنده بتزوج عشان يكون أسرة، يكون مجتمع، يكون حياة، يكون ثقافة فهي الثقافة اللي بتربينا عليها إحنا يعني أكيد تعاونه بالبيت سواء كان شطف أو جلي أو خانحكي حمام للولد أو هيك أشياء أو طبخ لا أكيد ما بيقلل من رجولته، بالعكس هو بزيد رجولته في نظر زوجته، سواء كنت أنا أو غيري وبزيد احترام حب ومودة، بيت، عائلة، أسرة، لا أكيد لا هو كتير إشي حلو مثلاً في بعض الشغلات كتير في البيت المرة لا تقوم فيها يعني أعمال البيت والله كهرباء خربت، خزانة زيحة، مش عارف إيش الشغلات اللي بيقوم فيها الرجل مرة ما بتقوم فيها بتاتا يعني بس بتساعدني فيها أنا بنظري أنه صفة أنه هذا العمل لأنت أو هذا عمل لرجل بطبيعة الحال في أشياء اللي أنت ما بيقدر تساويها، طبيعة الحال لأنه الرجل بنيته الجسدية بس بلقينا فيه تحديات من نساء فلسطينيات وغير فلسطينيات قدر تساوي أشياء بيسواها رجال وأكثر كمان فالتخيري ما بيقتصر على أنه دور معين بقدر ما أنه كيف بتعاونه بيوم بيومه ما في إشي اسمه توزيع أدوار، أنت بتساوي هيك وانت تساوي هيك ما أظنش الموضوع بتوقف عند هالنقطة قدرش هم أصلا فيهم مودي ورحمة وتعاون اللي يوم بدي يمشي يعني هاي بتتخيل شيء شكليات في الحياة بيضا تمشي أول على آخر يعني طاقة المرأة أنا بحسها كتير أكتر من الرجل خلينا نحكي من أي ناحية هي بتحمل، بتنجب، بتربي، بترضع، بتطبخ، يعني طاقتها فوق ما تتخيل ممكن الجلي بحبوش بس مثلا الأشياء الثانية وخصوصا أنا بالنسبة لي يوم تطلب مني ما عندي مشكلة إذا بدها ساعدها بإشي معين بس أكتر إشي ممكن نتطبخ لأني بحب الطبخ وبحب بطني يعني جالي أحيانا بجلي غسيل لا يمكن أقصلي بعرف شو أقصلي لأني بأقصليش إذا صدق بإنه أنا مثلا بدي أكشط بدي أجلي بديها عادي ما عنديش مشكلة أطبق ما عنديش مشكلة بعدين أصلا المرأة تغير دورها يعني زمان مياتنا كان هنا روحي نشتري للخضراء هن يجيبين المياه هن كذا هن كذا أنا مرتين ممكن ما داخلتش السوق مرتين إحنا اللي بنروح بنشتري للبندورة والخيار والبضح والجاج يعني في بعض الوظائف أصلا كانت موجودة يعني بالتقليد للمرأة اليوم حملها الرجل لأنه خلاص فيه مشاركة يعني اليوم المرأة بتشتغل كمان المرأة بتروح تعبان عشر من الشغل يعني هي موظفة وأنا موظف أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا من جديد استكمالا لموضوع حلقتنا لهذا اليوم التعاون والمشاركة في أعمال المنزل بين الزوجين يسعدني أن أرحب بالدكتور نادر سعيد أهلا ومرحبا بك أهلا وسلم دكتور اسمعنا أراء بعض الأزواج في موضوع المشاركة والتعاون بين الأزواج في المنزل لكن طبعا موضوع مبدأ المشاركة والتعاون لا أحد يختلف عليه لكن هناك من يضع حدود ونسب لهاي المشاركة هل فعلا في نسب وحدود المشاركة في المنزل؟ أولا العلاقة الزوجية قائمة على الفهم المصفف للمؤسسة الزواجية في مجتمعاتنا المؤسسة الزواجية حتى الآن وبغالبيتها هي قائمة على القسرية قائمة على أن النساء تدخل في هذه العلاقة ودورها محدد من السابق محدد بواجبات معينة محدد باتفاق معين وغالب مربوط بعمل المرأة داخل المنزل الحديث عن مساعدة الزوجة، الحديث عن القيام ببعض الأدوار الحديث عن إذا تم الطلب مني والتقليل من هذا الدور أحيانا أنه مش هذا الشغل المهم هو أصلا اللي بالبيت النساء بتشترش إش كتير كل هذا هو جزء من ثقافة حتى بين المثقفين وبين الناس التقدميين والمتنورين هذا حديث لا يعكس الواقع لأن المشكلة ليست في من يعمل ماذا لأن عمره ما كان في تقسيم مطلق ومنزل وإجباري في الأدوار بين النساء والرجال لأن النساء بتعمل الطبيق في البيت بدون أجر بدون مقابل لكن الرجال بيعملوا الطبيق خارج المنزل في المطاعم بأجر عالي جدا النساء تعمل الغسيل في البيت والرجال يقومون بإدارة المحلات اللوندريا ومحلات التنظيف بأجر المسألة هي ليست في من يعمل ماذا الجميع يعمل كل شيء المشكلة أولا أن النساء مجبرات على العمل ويعملن 16 ساعة يوميا وفي نفس الوقت ليس هناك مقابل لهذا العمل وبالتالي أصبحت قسرية العلاقة في إجبار النساء على القيام بعمل رخيص أو غير مدفوع مقابل عملهم عند الشخص الغريب بأجر وبالتالي الأهم للرجل وللمرأة هو القيام بأعمال المنزل وأعمال الرعاية المنزلية والأطفال لأن هذه المؤسسة الرئيسية إذا ما افتخر الرجل في عمله خارج المنزل يجب أن يفتخر بنفس الدرجة بعمله في عنايته بزوجته بأولاده في بيته في ساعاته فبالتالي الرجال بيخسروا كتير من عدم قيامهم بالشراكة في فرق بين المساعدة والشراكة الحقيقية اللي قائمة على البديهية طب خلينا نحكي أكتر عن مفهوم الشراكة والتعاون يعني هل يجب ترتيب الأدوار بين الزوجين أنه نفس الأدوار التي أقوم أنا فيها أنت تقوم فيها أو أنه كل واحد يعمل الموضوع اللي بريحه وبحس حاله بيبدع فيه أكتر نعم يعني أولا العمل داخل المنزل للنساء هو ليس اختيار النساء تقوم بكل واجبات المنزل وهي مضطرة للقيام بذلك أو تحب القيام بذلك لكن هو عمل يومي مضني لا يوجد إجازة للنساء وبالتالي الرجل يختار ما يريد أن يعمل وبالتالي المسألة ليست مسألة تقسيم أدوار بالمعنى القصري أو بالمعنى أنه بالسكين من قسم الأدوار الحقيقة هي بأنه هل الرجل والمرأة بيشوفوا دورهم في المنزل بشكل متكافئ ومتساوي كل حسب شو بيحب شو بيقدر والأهم من هيك الضرورة لأنه لما بنطبخ إحنا يعني كثير لما بيطبخ الرجل بيقوله آه بيحب الطبيخ بس المرأة لما بتطبخ يتطبخ كل يوم مرتين وثلاثة لأنه هي لازم مجبرة مجبرة تطبخ وبالتالي بتصفي وظيفة هلأ بالنظر لعلاقة الرجل والمرأة الموضوع مش قديش كل واحد بيشتغل الموضوع إذا اثنين بيشعروا أنه في الفراغ الضروري اللي تغطيته في البيت اثنين بيقوموا بهذا الدور بنفس النفسية بنفس الشعور بأنهم متساويين مش إنه أنا عم بشتغل معها مش إنه أنا عم بساعدها مش إنه أنا بختار بحبه بحبش آي الأشياء هذا عمل ضروري وإذا ما قيمنا قيمته في السوق الغسيل، الطبيخ، تعليم الأطفال، تربيتهم إذا ما أخذنا قيمته السوقية فهو يفوق عمل الرجل على الأقل بأربع مرات الراتب اللي بيأخذه وهذا من قياس عالمي يعني مش بس عندنا لكن النساء لا تأخذ أجر، لا تأخذ تأمين، لا تأخذ تقاعد مقابل هذا العمل وكما ذكر أحد الإخوة هنا أن النساء أيضاً بتكون بأعمال إنتاجية في القطاع غير الرسمي بمعنى المخلل والخياطة وحوالين البيت وكل هاي الأشياء بدون أجر وبدون مقابل في المجتمع، إذن المشكلة هي مش ليش الرجال بيعملوش هاي الأشياء الرجال بيعملوا هاي الأشياء وبيقدروا يعملوا هاي الأشياء بس هم بيختاروا ما يعملوا هاي الأشياء إلا إذا كانت بأجر خارج السوق والأهم من هيك، الموضوع مش بس مين بعمل إيش الموضوع هو الإنتاج، أغلب الرجال في مجتمعنا وخصوصاً وللأسف اللي بيعملوا في مؤسسات حكومية وأحياناً غير حكومية هم بيروح على العمل وبروحوا بدون إنتاج بطالة مقنعة، لكن بيوخ داراتهم في المقابل النساء بتعمل أعمال إنتاجية يومية ما بتوخذش أي مقابل هنا الإشكالية عشان هيك الرجال ليش بدهم يربوا أطفال إذا، وبرغم أنه إحنا نحتروي نكون الجنة تحت قتام الأمهات لأنهم بينشقوا النشئ مشان الاقتصاد ومشان الجيش ومشان الأمن ومشان يكونوا بالثورة، لكن بالمقابل الرجال بيكون الولد بإسمهم وبيختاروا إنهم هم إشاركوا النساء أو ما يختاروا طب خلينا نحكي دكتور أكثر عن إيجابيات هاي المشاركة والتعاون في المنزل وأدي ضرورية لتقوية العلاقة بين الزوجين نعم، يعني هي أولاً أولاً هي ضرورية للرجل نفسه الرجال في المجتمعنا مربيين على منهج خطي بمعنى أنت لا تتقن شيء على الإطلاق سواء العمل من أجل جلب المال الأجر يوضع بخط مستقيم وبالتالي ليس لديه المرونة للتكيف النساء بتعمل بالمقابل 20 وظيفة خلال اليوم ولازم يعملوها بإتقان النساء يصفوا أكثر انفتاحاً وأكثر يعني أخذوا عطا وأكثر مرونة بينما الرجل عندما يفقد عمله بسبب التقاعد أو البطالة أو إنهاء العمل أو غيره هو بيجد نفسه أمام معضلة هائلة لأنه لا يتكن أي شيء آخر اللي بيصير داخل الأسرة لا يوجد أجمل للمرأة وللرجل من أنه أنا أشعر بأطفالي أشعر بأنه أنا جزء من أنه بغذيهم وبتأكد من صحتهم بأخذهم على الدكتور وبطعميهم وبطبخ لهم وبنظفهم وهذا هو هذا الملامس مع الحياة وإنشاء الحياة وتربيتها هي أكثر تعبير عن التقدير والحاول من أنه لنفسك لغنى نفسك أنه أنت أبو بالحقيقة مش أبو بالإسم يعني الأبوة زي الأمومة إحنا من كل الأمومة دائماً على أنها شيء مقدس والأبوة لازم تكون شيء مقدس لأنه أغلب الرجال غائبين عن البيوت غائبين عن البيوت جزئياً لأنه هم تربوا على هذا الشيء بدهم مش غيروا نفسهم وأيضاً لأنه أسهل لأنه أسهل يروح على القهوة هو أصحابه أربع خمس ساعات أو أسهله يطلع مع أصحابه أو أسهله يعمل شيء آخر ممتع أو ياضع أو غيره شوز أنه هي الثقافة اللي تربى عليها هذا الرجل هو الثقافة بس هي كمان فيه مصلحة في الموضوع هذا هو شعوره بالمصلحة لكن المشكلة أنه هاي المصلحة مش حقيقية لأنه الرجل لما بيعملش ولا شيء في دوامه وبروح أبيته بيعملش ولا شيء هو دائماً في حيرة من نفسه من المعنى الأساسي للحياة لهو الإنتاج والعمل الحقيقي وأهم إنتاجه هو إنتاج الأطفال وتربيتهم ورافعهم لأعلى المنازل وإسعاد الأسرة اللي أنت موجود فيها وبالتالي لما أنت بتطبخ لأولادك وبتشعر أنهم مستمتعين بالأكل هذا هو أجمل تحقيق لرغباتك الداخلية بينظر البعض خاصة رجال الشرقيين في مجتمعتنا بسبب الثقافة المجتمعية السائدة اللي كنا نحكي عنها أنه هاي الأعمال المنزلية بتقلل من رجولته وهي حكر عن نساء فقط خلنا نحكي أكثر عن هذا الموضوع يعني هذا التعريف هذا للرجولي هو تعريف مبسط لدرجة السخافة الرجولي لا تقاس بما تكون به أولا العمل كله عمل كريم والعمل كله عمل يعطيه قيمة كل الأعمال والرجال يعملون كل شيء كما قلنا سابقا لأنهم لما بيعملوا خارج البيت في التنظيف الشارع هم بيعملوا في النظافة بيعملوا في الطبخ بيعملوا في الغسيل بيعملوا في المدرسة في تربية أطفال أولاد آخرين غير أولادهم إذن ما في شيء حقيقة معيب في العمل لأنه لا عمل معيب والرجال يعملون كل هاي الأعمال وبالتالي فيش إشي في طبيعة هاي الأعمال اللي بتخليها أعمال مهينة أو مقللة للرجل لأنه الرجال بيقوموا فيها أصلا بشكل يوم المشكلة وين بتصير المشكلة أنه هاي الأدوار صبغت على النساء ويتم تداولها على إنها وإنشاء المجتمع على إنها هي أعمال نسائية ولأنه قيمة النساء في مجتمعنا القيمة بمعنى الحقوق والقيمة بمعنى النظرة وأيضا بتهميش النساء وقدرة الرجل على استغلال هذا الوضع بيخل الوضع القائم مستمر لأنه الرجل يجد له مصلحة بأنه المجتمع معه أمه معه حماته معه في أنه ما يشتغلش وأيضا القانون معه وفي نفس الوقت هو عنده كل هاي الثقافي اللي بيستخدمها في إما تهديد المرأة بشكل مباشر أو بالخفاء بمعنى أنه المجتمع يقوم بهذا الدور له لأنه النساء بيقوموا بالدور هذا لأنه بدهم مش حدا ينتقدهم لأنه بدهاش تتطلق وتلاقي حالها في مكان لحالها بدهاش يتجوز عليها وبالتالي هو المؤسسة الزواجية كما هي اليوم والدور الذي تقوم به النساء وحتى النساء اللي بيقول أن أنا مستمتعة وأكتر شيء بالحياة بيحبه أن أعمل لأولادي صحيح بس هو دور إجباري هو دور قصري ليس دور اختياري بعض الأزواج دكتور يقومون بالتعاون والمشاركة في أعمال المنزل لكن بالخفاء يعني ممكن بسبب ثقافة العيب المنتشرة بهذا المجتمع أنه عيب تساعد زوجتك أو تشاركها في أعمال المنزل حتى أن كثير من الرجال رفضوا عمل مقابلات معنا بسبب أنه ما بدهم أهلهم أو أقاربهم يعرفوا أنهم بيقوموا في هذه الأعمال داخل المنزل صحيح يعني هو كمان مرة هو أولا نظرة الرجل لنفسه ثقته بنفسه وأيضا إحساسه بأن رجولته مربوطة بالعطاء لأولاده بالعطاء لبناته بأنه يكون سمد والشريك حقيقي في منزله تعريف الرجول يبدو تغيير الرجول ليس لها علاقة بمن يقوم بماذا الرجول لها علاقة بإذا أنت إنسان كريم ونفسك مفتوحة للحياة ولأطفالك وعم تعطي الحرية للي حولك تعطي الحكمة للي حولك تعطي النموذج الكدوة لبنتك لما بكرة بتتزوج تعرف أنه تمام أن الرجل يشاركها وأنه يساهم معها وأنه إلها حق أنه هي كمان في وقت أنه كان أنت فراغ لما هي بتروح من شغلها تأخذ لها ساعة أف بس ترتاح فيها زي ما هو بيأخذ أربع ساعات هذا بيعمل كل العلاقات أفضل بيعملها حقيقية بيعملها إنسانية لأنه العلاقات الحالية بالمجمل العام وليس بكل الأسر لأنه في كثير من الأسر فيها مساواة وفيها علاقات شراكية ومش بس حديثة يعني أنا النموذج اللي أنا بعرفه هو نموذج متوف الآن هو رجل كبير بالعمر في حارتنا فخر عورتاني اللي كنت أشوفه دائما يكون بكل الأعمال المنزلية في عصره في عهده وبدون أي وجل بالعس كان فخور أنه بيدي رباله على أولاده كان فخور أنه بتشارك هو بزوجته اللي هي خالتي بهذه الحالة أنا شفته شفت نموذج مش من أمريكا مش من الغرب من عندنا هون من قرية نعم موجودين إحنا فيها المهم أنه الرجل يكون ثقته بنفسه عالي ويعرف أنه رجولته مربوطة بقدش هو إنسان مع زوجته وإنسان مع أولاده أنه هالأعمال ما بتحدد هيرجول هو يقوم بها أصلا نعم طب تحدث الدكتور كمان بعض الدراسات عن مصطلح العداوة الصامتة بين الأزواج اللي بتصير نتيجة أنه زوجها ما بيساعدها هي ما بتفهم عليه حكي لنا أكتر عن هذا المصطلح يعني لا شك ما لا شك فيه في مسألتين في مسألة أنه الرجال خاصة رجال اليوم الرجال الحديثين المتعلمين نعم بدهم الشيء وعكسه بدهم رأة حديثة متعلمة راقية بتستطيع تعمل مكياج لحالها إنها تدير بالها على نفسها تعتني فأصحة أولادها تكون مثقفة بنفس الوقت هو بده إياها تكون ربة أسرة تقليدي مثل والدته نعم بالضبط وهذا عبق هائل على النساء مرأة صحيح وبالتالي إذا هو قال أريد زوجة صغيرة العمر وشقراء وعينها ملونات ومتعلمة وبنفس الوقت بتطبخ أحسن طبخ وبتدير بالها على أولادها أحسن ديرت بال للمباجئ من الشغل بيكون صلط لولاد هادئ وبكونوا نايمين أحسن مشان أنه نأخذ وقت وإذا بس أراكه بالتلفزيون ما حدا يزعجني نعم كل الأدوار مطلوبة من النساء وبالتالي التناقض عندي الرجل هو بالأساس التناقض هذا بيخليه دائما يشعر أنه أنا كنت بدي مرأة حديثة ومنطلقة وبتطلع معي وبتروح وبتيجي لكن بنفس الوقت هي 16 ساعة مشغولي بالبيت وبالتالي هذا بيخلق صراع عنده وبنفس الوقت بيخلق صراع دائما عند أغلب النساء لأنه بيوجدوا نفسهم بدون يوم إجازة بيوجد نفسهم حبيسات للبيوت بسبب هذا الشعر أنه أنا أم وأنا بعمل إشي رائع وفي الجنس ألقاه لكن اليوم ما إلي حقوق أنا هذا التناقض كمان عند النساء اللي بيخليهم دائما في رزنتمنت في إحساس بالامتعاض وإحساس بالعداوي والإحساس بالغيري والإحساس بأنه زوجي مش عادل حتى لو أنا ببين بمشي العلاقة لأسباب أنه أنا ما بدي أفقد هذه العلاقة لأسباب كثير مشتمع تشعر بالظلم تشعر بالظلم بشكل دائما سعي طب يا دكتور الرجال الذين تربوا على هذه الثقافة أنه أنا ما بساعد مرتي في البيت هل ممكن يتغير يعني كيف ممكن تغيرهم أنه يتقبلوا هاي الفكرة هو صعب هو صعب لأنه هاي الأشياء بتغذي نفسها من نفسها بمعنى إذا هو جاي من بيت التربية فيه مش قائمة على الشراكة ومش قائمة على الاحترام المتبادل ومش قائمة على التقسيم القصري للأدوار اللي هو تقسيم بقول أنه المرأة بتعمل هيك والرجل بيعمل هيك إذا جاي من بيت في الشي في هاي الثقافة على الإطلاق هو نفسه صعب يخرج من هاي الثقافة وغالبا لما بيختار هو بيختار زوجي بتشبه البيت اللي هو أجا منه بتشبه والدته بشكل رئيسي بيخطوش الخطوة اللي يقول لا أنا جيل آخر خليني أعمل حياتي بنفسي أغلب الشباب لما بتحب بحكي أنا وياهم أنت طلابي أو كالناس اللي أنا بشطل أنا وياهم بقول لك ما أنا تعودت هيك أنت عمرك 20 سنة أو 22 سنة حياتك أمامك اختار الحياة اللي أنت بدك إياها اختار النموذج اللي أنت بدك إياها وبالتالي لما تيجي أنت من قرية مش منزل ومطلق أنه أنت خلص من قرية أو من مخيم أو من مدينة أنت إلك حياتك أنت بتستطيع تختار أنت وزوجتك شو طبيعة الحياة اللي بتكون إياها كيف تكون تعملوها وإذا أنت وقفت موقف صلب وقوي في أنه هي الشراكة وطبيعية الناس ما بينتقد زوجتك بس إذا أنت نفسك زوجتك بتقول لك أنا بدي شراكة وإنت ما بتدكش الناس بوقفوا ضدها وبالتالي كتير مهم دور الرجل في هاي الشراكة لأنه إذا هو ما ضمنش الحماية والدفاع عن هاي العلاقة وعن زوجته في مقابل المجتمع اللي بقول له واو أنت بتنظف لطفلك الحفاظة إذا هو قال هذا طبيعي وهذا ابني أو بنتي وهذا بالعكس إشي جميل من هون بيبدأ تغيير هون بيبدأ تغيير بالضبط يعني اللازق هو الرجال مش فاهمين شو خسرانين بهذا الشيء بس هم مرتحين على الموجود مرتحين على المألوف على المألوف لأن هذا اللي بعرفه طب زي ما أنت حكيت وزي ما سمعنا كمان بالمقابلات بيحكوا أنه أنا تربيت هيك أو متعود على هيك ممكن كمان حكوا أنه أنا بساعد مرتحي لأنه متعود هيك في بيتي كيف ممكن ربي أولادنا على المساعدة والمشاركة حتى تصير أو تكون أسلوب حياة يومي بالنسبة لهم يعني أنتو الرجال اللي جايبين هم مختلفين عن باقي المجتمع الصراحة هذا يعني إيرامي والأستاذ الآخر يعني مش هم ناس بالوسط الاجتماعي في الوسط الاجتماعي الناس أكثر تقليديا يعني كيف الرجل بدي يشوف بنته في المستقبل هل هو بدي يشوفها نسخة طبق الأصل عن السابق عن أمه عن سته في ظل مجتمع تغير تماما اليوم الدنيا تغيرت بالكامل اليوم عصر الإنترنت والسوشال ميديا والأكل من الخارج والتكاليف المشتركة والقرارات المشتركة والحياة الصعبة والأسرة الممتدة بطلت هي الحاكم الأسرة النووية سوى المرأة إذا ما كانتش علاقة بحالها وما كانتش هي عارفة حقوقها وعارف كيف تتعامل مع الأمور اتنين بيخسروا هذه هي المشكلة الأساسية طب كيف من نعود أبنائنا من أي عمر ممكن نعود أبنائنا على هاي المشاركة ويشوف من اللحظة الأولى الشراكة تتصير يعني كثير من الأزواج في بعض المجتمعات وأنا كنت من هذول الأزواج لأن يعني بنتي وابني في أمريكا خلفناهم أنت أثناء الحمل لازم تكون إليكدور كرجل بمعنى العناية بالتغذية العد التأكد من أن التدريب هي عارفة شو بتعمل صحيا الأدوية اللي لازم تأخذها كل الأمور هاي بإنك كيف أنت لما بتعطيها وقت لرحة كل هاي الأمور تتابع شو بصير في الحال الصحية وفي الحال النفسية وهاي الأمور فأنتي لك علاقة بي هذا الموضوع نفس الشي لما بتدخل أنت عرفة الولادي ومع بعدها الموضوع مش طنظير الأولاد والبنات بيشوفوك أنت شو بتعمل بشكل رئيسي بقلده آه طبعا لما بيشوفوا الأب والأم واقفين بالمطبخ مرتحين مع بعض وبيتجاذبوا أطراف الحديث الجميل في الغالب لأنه عم بيشتغلوا مع بعض بالطبخة وواحد بيجليع واثنين بيعملوا كل الأشياء مع بعض بيشوفوا أنه الحياة طبيعية وإنسانية وأنه الرجل بيحترم المرأة والمرأة بتحترم الرجل لأنه بيحكي بمواضيع مهمة وضرورية حتى لو بيحكي عن الطبخ بس بيحكي عن فوائد ونطبخ إشي صحي ولا مطبخ صحي الأولاد خاص الذكور لما بيشوفوا أبوهم بهاي الراحة النفسية تجاه رجولته وتجاه أنه هو مرتاح مع نفسه في هذه الأمور بيشوفوا أنه إشي طبيعي ونفس الشي البنات بتشوف أنه أنا من حقي أنه يكون في عندي شريك بالحياة حقيقي سوى الممارسة مهمة جدا جدا كثير من الأشياء المهمة بالمدارس إحنا ما زال تقسيم الأدوار لحد اليوم في بعض المناهج في بعض الصفوف في الأدوار بين النساء في المعلمات والمعلمين هي أيضا أدوار جندرية وبالتالي لما نلاقي حتى ملاعب الرياضة في مدارس الأولاد أكثر من ملاعب الرياضة في مدارس البنات لما نلاقي وطبعا المؤسسة الثقافية الدينية اللي بتكرس هذا النوع من التسلط في المجتمع ضد النساء طبعا التعاون والمشاركة ما لازم ننظر له على أنه أعمال منزلية بقدر ما لازم ننظر له على أنه مشاركة واهتمام وحب هل هناك كلمة أخيرة دكتور أو توصية بتقدمها بهذا الخصوص يعني الحياة الزوجية ده بتكون حياة سعيدة وفيها سكن وهذا هو أعتقد أغلب الرجال والنساء المدخل على العلاقة هذا اللي بتدخلوه نعم إذا لم تحترم ما تكون به المرأة والمرأة تحترم ما يكون به الرجل وكلاهما يحترم كل العمل هذا هي علاقة غير قائمة على التكافؤ بشكرك دكتور على تواجدك معنا لليوم وعلى هاي المعلومات اللي قدمت لنا إياها وعلى دعمك للمستمر إلنا وللبرنامج منذ أن كان مجرد فكرة على ورق شكرا جزيلا لك شكرا لك شرفنا فيك مشاهدين أهمية وضرورة التعاون بين الأزواج في الأعمال المنزلية تابعونا الأسبوع القادم بحلقة جديدة وموضوع آخر جديد يهم كل من هو وهي إلى ذلك الوقت ألقاكم على خير سلام اشتركوا في القناة